في خطوة لا تخلو من أبعاد سياسية أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة توجيهات بنقل القوات العسكرية إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن التوجيهات الرسمية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد قضات أن يتم توزيع تلك القوات لمحافظات عدة بينها تعز وأبيان والضالع وتعزز جبهات أخرى في محافظة الأحج القريبة على أن يتم توزيع ألوية الحماية الرئاسية وبعض ألوية الحزام الأمني على الجبهات القتالية المختلفة هذه التوجيهات وإن كانها نعكاس على مستقبل الوضع الأمني في عدن والتخفيف من حجم تمركز الصلاحيات عند طرف معين إلا أنها وبحسب مراقبين ما تزال غير واضحة الأفق خطوصاً وأن البعد التنفيذي وشكل الاستجابة للتوجيهات لم تظهر أبعادها حتى الآن العاصمة المؤقتة عدن تعيش واقعاً أمنياً غير مستقر وصلت إلى حد الاشتباكات بين القوى العسكرية والأمنية المتعددة في المدينة بل إضافة الاحتقانات الأخرى نتجت عن تضارب الصلاحيات الأمنية داخل المحافظة يقول مراقبون أن هذه الألوية والجهات العسكرية كانت سبباً رئيسياً في حدوثها وأن ما خوف من تمددها واشتعال الموقف بشكل أكبر هو ما دفع القيادة العسكرية إلى إخراجها إلا أن حالة التجاذب السياسي وتنازع الصلاحيات بين السلطات التابعة للرئيس هادي وقوات تلقى وامرها من كيادة التحالف القيادة الإماراتية تحديداً هو الدفع الأبرز وراء هذه الخطوة على ما يبدو وهو ما يدفع البعض إلى القول أنها تأتي في إطار تقليص قوة هادي ودفعه للقبول بأمر واقع تفرضه الإمارات اشتركوا في القناة